أهلا بك في السعودية ونرحب بكم طبعا في هذا اللقاء الكبير الذي سيجمع جوفينتيس مع ميلان خليمي أسألك كيف سجدتكم لهذا اللقاء خاصة يعني سيكون اللقاء مثير شكرا جزيلا نحن سعيدون جدا بالحصول على فرصة لعب مباراة كأس السوبر الإيطالي هنا في جدة نحن متحمسون للمباراة ونريد الفوز خسرنا الكأس في الموسم الماضي أمام لاتسيو ونريد التعويض في هذه النسخة هل أنتم تخوفوا من هذه اللقاء أم لديكم قوة وشجاعة وسيكون اللقاء من نصيبكم؟ نحن واثقون جدا من فريقنا وقدمنا أداء جيدا خلال الموسم وكما تعلم لم نخسر خلال الموسم حتى الآن نحن نتدرب بجدية وقوة وهذا نعكس على نتائجنا ويجعلنا نشعر بثقة كبيرة في التتويج باللقب ماذا عن هذا اللقاء الذي سيقام هنا في السعودية؟ كيف رأيتم هذه المنافسة خارج إيطاليا؟ الجو هنا أكثر حرارة من إيطاليا بالتأكيد وهذا ما سيحدث الفارق في إيطاليا الجو حاليا بين الصفر وخمس درجات مئوية وهنا الجو أكثر حرارة ولكنها مباراة كرة قدم والفريقان سيلعبان في الظروف نفسها ولذلك لن تكون هناك فوارق بين الطرفين كيف هي الأصداء؟ طبعا هناك الجماهير في إيطاليا تنتظر هذا اللقاء في السعودية كيف الحماس؟ كيف شاهدتم بالأمس الجماهير هنا في السعودية في استقبالكم؟ جماهيرنا متحمسة للمباراة لأنها تمثل بطولة هامة وفرص لنا لتحقيق لقب جديد وهذا ما جئنا من أجله كيف تصف هذه التجربة هنا في السعودية بعدما شاهدت أمس من المطار إلى اليوم؟ نحن هنا منذ فترة قصيرة جدا فقد وصلنا البارحة وتناولنا عشاء لطيفا مع بقية أفراد الفريق ثم نمت مباشرة وعندما استيقظت جئت للحديث إليك هنا كيف ترى حجوم ميلا؟ هل أنت بتخوف لديك القوة والحماس في الدود عن جوفينتس؟ نعم بالطبع نحن نلعب كرة القدم من أجل الفوز وتحقيق البطولات وهذا هو المهم في اللعبة نحن مستعدون وجاهزون لخوض اللقاء سؤال الأخير خليني أسألك كيف تم الاجتماع أو الاتفاق مع زمال أك اللاعبين في الفوز بهذه البطولة؟ هل هناك معاهدة لتحقيق هذه البطولة مثلا؟ أو هناك اتفاقية وحماس؟ قمنا بالاستعداد لهذه المباراة مثل ما نستعد لبقية المباريات ولكنها مباراة أهم بالطبع ميلان فريق جيد ولذلك يجب أن نلعب بقوة لتحقيق الفوز يجب أن نلعب بتركيز وهدوء وعدم المبالغة ترجمة نانسي قنقر